ارتبط اسم المرأة من العصور القديمة وليومنا الحالة باللبس والمجوهرات وعلى مر العصور تبدلت الأزياء وأشكال المجوهرات حتى بمرحلة معينة من التاريخ ما عاد ينعطى أهمية لهالموضوع لأنه كانت الموضة حسب بعض الشعوب عادات وتقاليد مش أكتر لحد ما برز بنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أسامي مصممي أزياء صاروا عالميين مع تطور صناعة الأقمشة والمعادة بأوروبا سيدات اكتار دخلوا هالمجال وصاروا مصممات أزياء وتصاميمهم غيرت حياة المرأة للأبد بالوقت اللي كانوا النساء يلبسوا تياب أوزانة تقيلة وغير مريحة وغير عملية خلقت هالمصممات طريقة عصرية للتياب تتماشى مع تطور الحياة ودخول المرأة معترك الدراسة المدرسية جامعية والشغل بأي مجال وهالنقل النوعية صارت بعد الحرب العالمية الأولى ولكن بلبنان اقتصر هالتطور على المصممين للرجال وبرعوا النساء بالتنفيذ أي بس بالخياطة وما بلشنا نسمع برائدات بتصميم الأزياء إلا بآخر 40 سنة ولكن بالحقيقة سيدتين من لبنان حطوا الحجر الأساس لمهنة كانت تعتبر فقط للتبرج وما حدا أخذها على محمل الجد وهن مصممة الأزياء آما معلوف ومصممة المجوهرات ماري عزيز الخوري واللافت بهالسيدتين أنه كانوا من المثقفات ومن الداعمات لأعطاء المرأة دورة بالمجتمع ولدت آما المعلوف بمدينة زحلة سنة 1892 وبعد سنتين هاجروا أهله على أمريكا وكانت من عيلة متوسطة الحال وسنة 1922 وعرفت بباعة تيب زيت التصاميم الشرقية المميزة وبمحل متواضع بمانهاتن بنيويورك بلشت أما حياتها المهنية وسنة 1930 صار عندها دار أزياء بإسمها أسوة بدور أزياء باريس فكانت أول لبنانية مهاجرة بتدخل مجال تصميم الأزياء تصاميمها انتشرت بسرعة وصور الفساطين اللي صممتهم انتشروا على غلافات أهم المجلات العالمية مثل فوغ، نيويوركر، وهاربسر بازار وأحد تصاميمها لبسته عارضة أزياء بدعاية لأهم فونوغراف بوقتها استمرت بخلق تصاميم كلها مشغولة بالإيد وبدقة لحد وفاتها والأهم إنها كانت عم تخلق فرص عمل للنساء من الجاليات اللبنانية والسورية وأعطت الفرصة لكتار من النساء ليدخلوا هالمجال إن كان من ناحية التصميم أو التجارة بالملابس واليوم واحد من أهم تصاميمها المصنوعة من الحرير معروض بمتحف المتروبوليتن أما ماري عزيز الخوري مصممة المجوهرات اللي كان لأبا بمعنى إن كانت سيدة حجر الزمرت عدا تصاميمها بالمجوهرات التمينة كانت ماري كاتبة وعاصرة كبار الكتاب والشعراء بالمهجر بعد ولادتها بتسع سنين أي سنة 1891 هاجروا أهلها مثل اكتار من اللبنانيين على الولايات المتحدة الأمريكية وتنقلت لت دراسة ما بين نيويورك وواشنطن وتخرجت سنة 1900 بلشت حياة الصحفية بجريدة الهدى وكتبت عدة مقالات بجريدة الأيام ومرقات الغرب ماري المثقفة المحبة لجميع أنواع الفنون استقبلت ببيتها أهم كتاب المهجر والرابطة القلمية ورغم مثابرتها على الكتابة عرفت كمصممة وصاحبة أهم محل المجوهرات بمنهاتن وتحديدا بالجادة الخامسة تصاميمها الرائعة ضغط على عمل الصحافة ولها السبب تفرغت لها العالم الفني وتميزت بتصاميم فريدة من نوع أو بالأحرى كل قطعة كانت فريدة من صف الأحجار الكريمة لتدق بالعمل اليدوي لكل قطعة خلى مجوهرات ماري تنفس أهم مجوهرات نيويورك وحتى العالمية مننا كارتيا وتيفاني أنتكو ولكن وصول ماري أنتنافس أهم محلات المجوهرات ما كان سهل ولا بداياتها كانت سهلة بعد ما خسرت والدة وزوجة تقريبا بنفس الفترة وتكون أرملة بعمر الـ 21 سنة استلمت ماري محل والدة اللي أساسا علمها أصول تركيب المجوهرات الكريمة وبتكرت فكرة التصميم على الطلب يعني الشارع بيختار الحجرة أو حبة اللولو أو الألماس واللون والشكل والتصميم الخاص فيه وبتكون القطعة إن كان عقد أو خاتم أو أي شي فريدة من نوعه وما بيتصنع منها اتنين من سنة 1940 صارت تصاميمها تتصدر مجلات مشهورة بأمريكا مثل نيويوركر وفاق واستمرت بنشاطة بتصميم المجوهرات وكانت رائدة بهالمجال الفني اللي بده خلق وإبداع توفت ماري سنة القتسامية و57 عن 74 سنة وبعد عدة سنوات باحثين حبوا يعملوا معرض افتراضي على الإنترنت لتصميمها ولكن كان من الصعب تجميع المجوهرات اللي صممتهم لأن كل قطعة كانت فريدة ومشغولة بدقة ومالكيها القطعة كانوا يعرفوا قيمتها الكبيرة لهالسبب رفضوا الفكرة ماري اللي تركت بلدها ونجحت بأمريكا ما غاب لبنان عن تفكيرها فخصصت منحة دراسية للفنون الجميلة بإسمها لطلاب الجامعة الأمريكية ببيروت عالم تصميم الملابس والمجوهرات هو دراسة مثله مثل أي اختصاص بالوقت الحالي أما هالصابتين اللي هاجروا من لبنان أما المعلوف وماري عزيز الخورة كانوا رائدات من بداية القرن العشرين وتصميمهم بعد لليوم بينحكى فيهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر